ايران تقصف نفسها 19 قتيلا بحسب الرواية الحكومية او 40 بحسب الصحفيين ايرانيين فضلا عن 15 جريحة سقطوا حين قصفت مدمرة ايرانية بالخطأ سفينة اخرى ايرانية كذلك اثناء مناورة بحرية في بحر عمان في تفاصيل ما حدث يقول صحفيون ايرانيون ان خطأ في الحسابات تسبب في الكارثة فالسفينة المنكوبة كانت تنصب هدفا في مرمى المدمرة التي اطلقت صاروخا قبل ان تخرج السفينة من دائرة الخطر فاصابها الصاروخ مخلفا طاقمها بين قتيل وجريح وبالطبع فانما جرى يعيد الى الاذهان حادثا اخر وقع قبل اشهر قليلة حين اطلقت قوات الحرس الثوري صاروخا قيل انه بالخطأ كذلك ليصيب طائرة ركاب الاوكرانية ويود بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا على متنها حينها انكرت طهران صيلتها بالحادث قبل ان تتراجع وتعلن مسئوليتها عن اسقاط الطائرة معللة ذلك بالتوتر الذي كان سائدا في الاجواء الايرانية اثناء قصف الحرس الثوري اهدافا امريكية في العراق بينما توهمت الدفاعات الجوية الايرانية ان الطائرة الاوكرانية ربما تكون صاروخا امريكيا موجهة ومن ثم اسقطتها كما يستدعي ذلك ايضا ما حدث حين قصفت ايران تنظيم داعش في سوريا بالصواريخ الموجهة فاذا ببعض الصواريخ تسقط داخل الاراضي الايرانية والعراقية غير ان التبرير بالتوتر والتباس الامر ينتفي في الحادث الاخير فلا توتر ولا قصف متبادل مع القوات الامريكية في المنطقة ولا حتى تهديد جدي بذلك والامر لا يتجاوز منوارات بحرية اراد نظام طهران بها ان يستعرض اعضلاته ومهارة قواته فانقلب السحر على الساحر واصبح من الخاسرين وبحسب المحللين فان الحادث ربما يكشف كذلك عن عمق التأثير السلبي لترد الاوضاع الداخلية في ايران بشكل عام فالنظام الايراني بلا شك يواجه ازمات متعددة على مختلف الصعود الاقتصادية والامنية والسياسية ما يدفع بعض المحللين الى وصف المرحلة الحالية في ايران بانها مرحلة ضعف ما قبل السقوط لنظام طهران ترجمة نانسي قنقر